قام صباح اليوم وزير التدريب المهني والمهن الصغير أدم دنغاين كور بزيارة تفقدية إلى بعض من المراكز التدريب المهني والأقسام التابعة لوزارة التدريب المهني كان ذلك برفقة بعض من إداري وفني وزارة التدريب محمد عثمان بشير مواصلة لسلسلة زياراته التفقدية بمختلف الأقسام والمرافق التابعة لوزارته وزير التدريب المهني والمهن الصغير أدم دنغاين كور جيد قام هذه المرة بزيارة إلى مركز التدريب الفني والمهني بأنجمينة حيث تفقد الوزير مختلف الأقسام والمكاتب بالمركز واستمع إلى مختلف الصعوبات التي يعاني منها المركز الذي تم تأسيسه إبان الحرب العالمية الثانية على يد إدارة المستعمرات الفرنسية أنذاك ويتواجد المركز حاليا في 14 من الأقلمة الشادية المختلفة وزير التدريب المهني بدوره وعد إدارة المركز بتحسين الظروف التسيرية للمركز خلال أقرب وقت ممكن بينما المحطة الثانية للوزير كان هو المركز الفني للتعليم والإتقان الذي تم تأسيسه منذ أكثر من 20 عاما ويحظى هذا المركز بدعم من الكنيسة الكاثوليكية ويتواجد به حاليا أكثر من 200 متدرف في مختلف المجالات المهنية كالكهرباء والتبريد والميكانيكا وغيرها عدة وزير التدريب المهني وبعد تفقده كافة أقسام وأماكن التدريب الخاص بالمركز وعدهما لأن الوزارة يثمن عاليا جهود القائمين بأمرها وأنها ستدعم المركز بعقص ما يمكن واختتم الوزير جولته هذه بمقر مشروع القروض الإسلامية في شات والذي يحظى بتمويل من قبل البنك الإسلامي للتنمية وسيواصل الوزير زيارته المدانية هذه لتشمل مختلف الأقسام والإدارات التابعة له خلال الأيام القليلة المقبلة